إذا كان فيه سلوك معين عايزين نغيره نستخدم لغة إيجابية ومشجعة على فكرة أنت لو أنك أنت كتبت الاحتياجات وقسمتها على الشهر الله أكبر عا تبقي حاجة رائعة الحاجة دي ممكن تخليك تشعري بأنك أنت بتنتقل لمستوى تاني في مستوى الأنوسة عا تبقي المرأة الكاملة يبقى كده وزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة تقول وصفوره من عصافير الجنة يروح على طول رسول لم أكد على كلامه فيقول أو غير ذلك يا عائشة كلامك صح هو ده فلازم نعمل إيه نوجه بإيه نوجه بحكمة رأى خمس حاجة لازم نشاركها في اتخاذ القرار لازم تتعود أن تشارك في اتخاذ القرار واعتبر مشاركتها في اتخاذ القرارات ده نوع من أنواع الأشياء المهمة جدا ولازم نشعرها بأن هي شريكة حياة أن الحياة مشتركة بنا ومعنى أن الحياة مشتركة بنا ما فيش إهمال ليها ما فيش أي نوع من أنواع استبعادها لا هي مشاركة ولابد أن احنا نشعرها أن حتى لو كانت السلوكيات دي مش إيجابية لكن هي هاتشارك ليه طيب هاتشارك لأن هي هو دوة اللي عايزود شعورها بأن هي مسؤولة سادس حاجة يعني خلينا أقول لكم مثلا نحن نجي نطبق السيدة مؤمن كان بتقول أن السيدة عائشة كانت تنام حتى تأتي الدجن وتأكل عجينة ومع زيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع من السيدة عائشة ده مش معناه أن هي تستبع أبدا رقم ستة أبحث بقى عن دعم نفسي ومهني زي الإرشاد الزواجي زي لو كان فيه أمر يتعلق بالنفسية بأن هي بتكره فكرة الجواز فقد تكون محتاجين لو في المشكلة بدأت تؤثر تأثير كبير على أن هي مش قدرة تعيش حالة الجواز قد نكون محتاجين دعم نفسي أو دعم مهني من المتخصصين في العلاقات